في الفن السابع الآن تم انتقاء الفيلم القصير توفا في الطبعة الخامس عشر لمهرجان السينما إفريقيا الذي يقام بمدينة لوزان سويسرية إلى غاية الثاني والعشرين من هذا الشهر الفيلم من إنتاج مشترك جزائري سحراوي سنة عشرين عشرين ومن إخراج إبراهيم شقاف يروي في ثلاثين دقيقة حياة امرأة طردت من أرضها الأصلية إلى المنفى حيث استقبلتها نساء من جالياتها يلعبن دورا محوريا في نقل تاريخ وقيم المجتمع الصحراوي في انتظار استئناف طريق العودة كما برمج منظمو المهرجان الفيلم الصحراوي القصير البحث عن الترفاس لفضل محمد صالح ويذكر أن مهرجان السينما إفريقيا بلوزان تأسس عام 2017 ويهدف إلى ترقية الإنتاج السينما تغرافي ببلدان القارة العجوزة